السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي أنزل علينا خير كتبه وتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وجعلنا من غير حول لنا ولا قوة من خير أمة أخرجت للناس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل لنا خير رسله وشرع لنا أفضل شرائع دينه وهدانا وتركنا على محجة بيضاء واضحة المعالم لا يزيق عنها إلا هلك وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني وأخواتي أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها وصية الله للأولين والآخرين وقد أظلنا شهر عظيم كتب الله علينا صيامه لكي نرتقي للتقوى فقال عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نويت اليوم أن تكون خطبتي غير تقليدية فما أثقل على النفس من الكلام المعاد إخواني وأخواتي كل عام يطرق علينا الباب هذا الضيف الكريم هو شهر رمضان يطرق علينا الباب فتفتح له شريحة كبيرة من المجتمع تلك الفتوحات التقليدية وماذا أعني بالفتوحات التقليدية؟ أول ما تفتح له هذه الشريحة تفتح له جيوبها ومحافظها من أجل ماذا؟ من أجل التسوق أو ممارسة الاستهلاك حتى تمتلئ هواد هذه الموائد بالطعام والشراب ما لذ وطاب أليس رمضان هو شهر التسوق وشهر الاستهلاك؟ ولماذا إذن ترتفع أسعار الغذاء في هذا الشهر الكريم؟ وبعد ذلك يفتح له الفتح الثاني التقليدي وهو فتح الأفواح والأشداق هجوم كاسح لاحق على الإفطار حتى أصبح الصيام بمثابة استثارة لشهوة البطن وتحفيز لها وأصبح الإفطار مكافأة لهذه الشهوة ليس فقط بالكمية وكذلك بالنوعية فينتهي رمضان وأصبحت شهوة البطن أقوى مما كانت لم يصبح رمضان كسر لهذه الشهوة وإنما أصبح تقوية لهذه الشهوة وهذه الطريقة التي تقوي بها الشهوة أن تحرمها ثم تكافئها وبعد ذلك هذه الشريحة تلتقي تلقي بعد الإفطار تراها مشتلقية لا حراك من أثر هذا الإفطار الثقيل هناك حكمة صينية تقول والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها تقول هذه الحكمة الصينية كل إنسان يستطيع أن يصوم كل إنسان يستطيع أن يحرم نفسه من الطعام والشراب ولكن العلماء الفقهاء الحكماء فقط هم الذين يعرفون كيف يفطروا بعد الصيام ألا نكون من هؤلاء إخواني وأخواتي ألا ترون أن الإنغماس في التلذذ في الطعام والشراب ما لذ وطاب في رمضان ما هو إلا إنعكاس لتأصل وتعمق الشهوات في نفوس ما تعودت أن تقخر شهواتها حين تصوم أين المفطرون في المغرب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وهذا هو الإفطار الإسلامي المتوازن الذي يجلب المنفعة والتي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله صوم تصح وقوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أي وقاية وهي وقاية جسدية فيزيولوجية عقلية ونفسية وروحية ثم بعد فتح الجيوب والمحافظ على الاستهلاك والتسوق وبعد فتح الأفواه والأشداق على الشره والإكثار يأتي الفتح الثالث التقليدي وهو أن تفتح الأعين على اتساعها لمشاهدة المسلسلات أليس رمضان هو شهر مسلسلات؟ انظر إلى صفحات جرائد أول أيام رمضان عشرات الصفحات تعلن عن هذه المسلسلات والأفلام ولذلك تجد أن أسعار الإعلانات في هذا الشهر الفضيل ترتفع عشرات الأضعاف وهذا إنعكاس زيادة عجب المشاهدين في هذا الشهر الكريم إخواني واخواتي أدعوكم اليوم أن تفتحوا لرمضان فتحات أخرى فتحاً آخر غير هذه الفتحات التقليدية أدعوكم أن يكون رمضان هذا رمضان استثنائي أدعوكم أن تفتحوا له قلوبكم دعونا العادات والتقاليد والطقوس الجماعية ودعونا من كل ما تعودنا عليه من فتوحات نريد أن نغوص في أعماق رمضان ومعنى رمضان وحكمة رمضان لا نريد رمضان أن يدخل جيوبنا فيفرغها وإن أفرغها في فعل الخيرات والصدقات لا نريد رمضان أن يدخل أفواهنا وأصداقنا فيملأها وإن ملأها فليملأها بالذكر وقراءة القرآن وقود الحق لا نريد رمضان أن يدخل أعيننا فيمتعها وإن متعها فيمتعها بنظرة الاعتبار والبكاء والخشة من الله سبحانه وتعالى بل نريد رمضان أن يدخل قلوبنا فيحررها رمضان هو شهر الثورة ثورة النفس على النفس والله لو دخل رمضان قلوبنا لحررها ولو حررها لتغيرنا إخواني وأخواتي لم يكن رمضان في يوم من أيام أجل رمضان ولكن من أجل ما بعد رمضان هو شهر التغيير وشهر الثورة هل سنكون بعد رمضان كما نحن الآن أم سنتغير الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم يتجلى لعباده بكرمه تعرض النفحات تتوالى الفرص تفتح أبواب جنة وتغلق أبواب جهنم وتصفد وتسلسل الشياطين لماذا كل هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريدك أن تتذوق لا أن تتسوق يريدك أن تتذوق شيئا آخر غير الطعام والشراب يريدك أن تتذوق لأنك ربما لم تتذوق بعد لأن من تذوق عرف ومن عرف اغترف الله سبحانه وتعالى يعد لك مائدة مختلفة طعام مختلفة عدها لك لكي تتذوق حلاوة الإيمان لأنك ربما لم تتذوق بعد حلاوة الإيمان ربما أنك بعد لم تعرف ما معنى أن تكون قريبة بالله سبحانه وتعالى ربما لأنك لم تعلم بعد ما هي حلاوة أن يكون لك حال مع الله فالله سبحانه وتعالى من كرمه جعل في هذا الشهر الكريم تنزيلات وتخفيضات هائلة تفتح أبواب الجنة تغلق أبواب جهنم هذا شهر المغفرة والعطق من النار ومضاعفة الحسنات أعمال كثيرة جدا تتخل الجنة وتخرج من النار بأقل من قليل من عمل لماذا كل هذا؟ لأنه يريدك أن تتذوق فإن تذوقت سيعجبك ما ذقت فإن أعجبك فستوظف عليه بعد رمضان سيغيرك رمضان إنه استدراج من الله الكريم لأن الله سبحانه وتعالى يعلم حاجتك لهذا النوع من الغذاء الروحي حتى أصحاب المعاصي من استدراج الله سبحانه وتعالى لنا أن رمضان هو ليس شهر الصوم كما نظن هو شهر الصوم وشهر الصلاة وشهر القيام يستدرجك الله للصلاة والقيام بطريقة عرضية لا تشعر بها حتى أصحاب المعاصي الذين لا يواظبون على الصلاة في أيام السنة يأتي رمضان فيصومون كباقي الناس ويدركون بعقلهم أنه لن يقبل صيامهم بدون صلاة فيصلون يواظبون على ثلاثين يوما أكثر من خمسمائة ركعة وألف سجدة وهذا استدراج الله لهم حبا له سبحانه وتعالى في هذا الشهر نستشعر معنى الجماع كيف نقتحم العقبة ننتقل من الفردية إلى الجماعية كيف تذوب الأنا في النحن إياك نعبد وإياك نستعين لن تجد في القرآن الكريم دعوة للعمل فردية الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلها جماعية إذا رأيت الله يخاطب عبده بصفة الفرد فاعلم أنها في الجزاء والحساب والمكافأة لا يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يأمر عباده بالعمل إلا جماعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وفي هذا الشهر الفضير نتعلم كيف نعمل معا وتذوب الأنا في النحن والله لو أننا بحق سمحنا لرمضان أن يدخل قلوبنا لحررها ولتغيرنا لاستطعنا أن نغوص في أعماق أنفسنا وأن نسبر أغوارها ونخرج منها خير ما فيها ونطهد منها شر ما فيها رمضان سيغيرنا سيؤصل فينا الفضائل والأخلاق العالية رمضان يهذب جميع جوارحنا بطريقة عجيبة أمثلة كثيرة يطول الحديث لكني سأرد لكم مثالا واحدا أو مثالين الغضب هذا المرض يجعل الله دواءه في هذا الشهر الكريم أولئك الناس الذين مصابين بهذا الداء داء الغضب يجعل الله دواءه في هذا الشهر يقول الرسول الكريم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفف ولا يصخب وإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم طب لماذا في رمضان أليس الغضب مكروه في كل أيام السنة لماذا اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان هذه صورة من صور الإعجاز العلمي التي يجليها لنا العلم الحديث عندما نغضب فإن هناك هرمون يسمى الأدرينالين يرتفع أشارات الأضعاف له وظائف كثيرة ومن هذه الوظائف أنه يحرق مخزون الطاقة المتواجد في الكبد ما يسمى غلايكوجين هذا غلايكوجين هو المخزون الذي يتحول إلى سكر وطاقة تمد الإنسان بالطاقة أثناء النهار خاصة الصائم ويفترض أن تبقى معه عشر ساعات أو يزيد عندما يغضب الإنسان الصائم فإن هذا الهرمون الأدرينالين يرتفع عشرات الأضعاف ويحرق هذا المخزون في سويعات بل قد يحرقها كلها في ساعة واحدة ما الذي يحدث؟ يعاني الصائم من التعب والإرهاق فيدفع ثمن غضبه ليس هذا فحسب وإنما هذا الهرمون كذلك يزيد ويضاعف من سرعة إدرار البول فينتهي الصائم بإحساسه ليس بالجوع فقط وإنما الجوع والعطش والإنهاك والتعب والجفاف يدفع ثمن غال لهذا الغضب يأتي اليوم الثاني يغضب مرة أخرى يدفع الثمن غال ما الذي يحدث؟ حتى ولو يدركها بعقله الشعور الواعي فإنهم اللاوعي ولا الشعور الفيزيولوجي يجد نفسه في رمضان كلما غضب هناك شيء يقول له لا تغضب عليك أن تكبح جماح غضبك من ناحية الفيزيولوجية اللا شعورية اللاوعي وهذا كرم الله سبحانه وتعالى يعالجنا بطرق لا شعورية ومن خلال الله وعي الفيزيولوجيا ما أن ينتهي رمضان إلا وهذا الرجل أو هذه المرأة التي تعود أن تكون لا تملك نفسها عند الغضب تجد نفسها أكثر قدرة على سيطرة الغضب وبذلك يكسر الصيام هذه النزوة ويصبح المسلم أكثر قدرة على التحكم في الغضب أمثلة أمثلة الأخرى كثيرة مثال آخر هؤلاء الذين ابتلوا بالتدخين هذه العادة الخبيثة التي تتعارض مع أربعة من الخمسة مقاصد عليا للشريعة الإسلامية بل وتصيبها في مقتل أثناء الصيام يمتنع أمدخن عن التدخين إذا كان جاداً في نيته في الإقلاع عن التدخين فليس هناك أفضل من شهر رمضان يعينه على ذلك إذا كان شخص من الذين يبتلون بعدم السيطرة على جارحة اللسان الكذب النميمة الغيبة النفاق اللغو ماذا يحدث في رمضان يهذبه رمضان وبذلك يبتعد عن تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ومن كان من المبتلين في السيطرة الكاملة على جارحة العين يأتي الصيام فيهذبها من كل ما يجرح الصيام ويثلم كماله وإن كان من المستسلمين لشهوة البطن فإن تعود أن يفطر في رمضان ذلك الإفطار الإسلامي الصحيح الذي هو ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه فإنه سيصبح بعد رمضان أكثر قدرة على التحكم في شهوة البطن وإذا كان من المتكاسلين عن صلاة الجماعة وعن صلاة الفجر فإنه في رمضان يتذوق طعم صلاة الجماعة وصلاة الفجر فإذا عرف اغترف وصار بعد رمضان خيراً مما كان في عليه قبل رمضان إخواني وأخواتي لابد أن أؤكد وأقول إن رمضان لم يكن في يوم من الأيام من أجل رمضان ولكن من أجل ما بعد رمضان هل سيعود بعد رمضان كما كنا إلى كل من كان مدخناً قبل رمضان وعاد مدخناً بعد رمضان إلى كل من كانت فيه عاية سيئة مثل الكذب والنفاق والرياء والغيمة غيبة والنميمة وفيه سلوكيات خاطئة مثل الكسل وعدم وضب العمل وإهدار الوقت إلى كل هؤلاء إذا عادوا بعد رمضان كما كانوا قبل رمضان إلى كل من كانت فيه شهوة تستأثره كشهوة البطن أو الجنس أو المال وعاد بعد رمضان كما كان إلى كل من تذوق حلاوة الإيمان وصلاة الجماعة وقراءة القرآن وجاء بعد رمضان فهجرها كلها إلى كل هؤلاء أقول سائلوا أنفسكم قبل أن تسألوا لماذا لم يغيرنا رمضان بل إنني أذهب إلى أبعد من ذلك وأقول لابد أن نسأل أنفسنا هل فاتنا رمضان فإن رمضان لم يكن في يوم من الأيام من أجل رمضان ولكن من أجل ما بعد رمضان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم وأبارك على سيدي محمد وعلى آلي وصحبه ومن ولا إخواني واخواتي إن شهر رمضان هو شهر الثورة ثورة النفس على النفس ولم أجد أجمل من كلمات كتبها الرافعي في كتاب وحي القلم في مقال له عنوانه شهر للثورة فلسفة الصيام وسأقرأ لكم مما كتب حتى نخرج إلى بعد آخر من أبعاد رمضان يقول الرافعي إن الصيام فقر إجباري يراد به إشعار النفس الإنسانية بطريقة عملية واضحة كل الوضوح أن الحياة الصحيحة وراء الحياة لا فيها وأنها إنما تكون على أتمها حين يتساوى الناس في الشعور لا حين يختلفون وحين يتعاطفون بإحساس الألم الواحد لا حين يتنازعون بالأهواء المتعددة وهذا يضع الإنسانية كلها في حالة نفسية واحدة تتلبس بها النفس في مشارق الأرض ومغاربها ويطلق في هذه الإنسانية كلها صوت الروح لماذا؟ يعلم الرحمة ويدعو لها ومن قواعد النفس أن الرحمة تنشأ عن ماذا؟ عن الألم وهذا بعض السر الاجتماعي العظيم في الصوم إذ يبالغ أشد المبالغة ويدقق كل تدقيق في منع الغذاء وشبه الغذاء على البطن وحواشيه مدة آخرها آخر الطاقة فهذه طريقة عملية لتربية الرحمة في النفس ولا طريقة غيرها إلا النكبات والكوارث فهما طريقة تالي كما ترى مبصرة وعمياء وعلى نظام وعلى فجأة انتهى كلام الرافعي إنني إذ أقرأ هذه الكلمات أستشعر أن من موجبات تحقيق أعمال الصيام لهذا العام هي ثورة على النفس ثورة تعلي صوت الروح على همهمات مطالب الجسد ثورة تعلي صوت الأمة على وساوس مصلحة الفرد ثورة تعلم الرحمة وتعبر بها من داخل النفس إلى مشارق الأرض ومغاربها يريد رمضان أن يحيي هذه الرحمة في قلوبنا فهل سيحيي رمضان هذه الرحمة في قلوبنا على كل منكوبي الأرض مشارقها ومغاربها هل سيحيي رمضان هذه الرحمة تجاه إخواننا المنكوبين في بلاد الشام في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وغيرها وما أكثرهم أم أننا سنظل نحن الصائمون القائمون مثل ذلك العابد الساكت عن الحق الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثي أن الله أوحى إلى ملك أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها فقال يا رب إن فيها عبدك فلان الذي لم يعصك طرفة عين ماذا قال الله سبحانه وتعالى قال به فابدأ به فابدأ أو اقلبها عليهم فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط لا نريد أن نكون من هؤلاء لأننا إما أن تحيي هذه الرحمة في قلوبنا فننتصلها لا يضعها وإما الله سبحانه وتعالى يأتي بنا بالكوارث والنكبات وليس هناك طريق آخر أو أن يستبتلنا الله بغيرنا كيف لا وأهل الباطل يزدادون طغيانا وفجورا وأهل الحق يزدادون سكوتا وخنوعا وخضوعا أيها الإخوة المؤمنون أذكركم بحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به فأحسنوا صومكم وأخلصوا صلاتكم وأروا الله خيرا من أنفسكم وأحذركم وأحذر نفسي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه وكم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش فأقبلوا على معرفة ربكم وتذوقوا من معاني القرب والوصال لعلنا نصل إلى حال مع الله لم نكن فيه قبل رمضان وتفكروا في معنى التراحم والتكافل في هذا الشهر الكريم لعلنا لا نعود بعد رمضان كما كنا قبل رمضان ولعل من تذوق منا وعرف اغترف ولم يكن من هؤلاء الذين يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير بعد رمضان اللهم اذقنا القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على الإيمان بك اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتقبل منا الصيام والقيام اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم نصر عبادك المظلومين اللهم إنا نسألك لهم نصرا يذهل عبادك ويغيظ أعداءك اللهم نسألك نصرا يذهل عبادك ويغيظ أعداءك اللهم نسألك نصرا يذهل عبادك ويغيظ أعداءك اللهم افتح لنا بابا لنصرتهم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين المحسنين واجعلنا عندك من المقبولين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إن الله وملائكته يصنعون عن النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا قيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا نرجو التأكد من أغلاق الجوالات استجمعوا قشوع وصلوا صلاة مودع الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وسواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله